السلام عليكم ازايكم اعملين يا رب الجميع يكون بخير النهاردة هنقول لولدنا من اين يأتي الفلين الفلين بنجيبه منين الفلين من اقدم المواد التي عرفها الانسان هو حاجة قديمة جدا من المواد القديمة اللي عرفها الانسان وهو كالاسفنج يستخرج من لحاء شجرة بلوت الفلين هو زي الاسفنج بيستخرج من لحاء شجرة بلوت الفلين عندما يبلغ عمرها عشرين عاما وتجدد الشجرة لحاءها كل سمانية سنين عند تأشيرها ويصل عمرها لأكثر من اربعمائة عام احنا بنقول دلوقتي لولدنا من اين يأتي الفلين اللي هو من اقدم المواد اللي عرفها الانسان طيب فيما يستخدم الفلين الفلين مادة عازلة ضد الماء والصوت والحرارة والقهرباء الفلين مادة عازلة ضد الماء والصوت والحرارة والقهرباء ويستعمل في أغراض التبريد باستخدامه كمادة مبطنة لتغزين المواد والأطعمة تمام؟ بيستخدم لأغراض التبريد باستخدامه كمادة مبطنة لتغزين المواد والأطعمة كما يتم حشو الأسقف والجدران بمادة الفلين بنحشي الأسقف والجدران بمادة الفلين لعزلة صوت بجانب استخدامه كسدادات وعوامات للشباك تمام؟ ده مادة الفلين أو استخدامات الفلين يدخل الفلين أيضا في صناعة مشمعات الأرضيات وتتم هذه الصناعة بخلط مسحوق الفلين مع زيود بزرة الكتان ثم يتم نشره على قطع من الأماش حتى يتماسك جيدا ويجف مشكلا قطع من المشمعات الأرضية العازلة يبقى الفلين كمان بيصنع مشمعات الأرضيات وبيتم صناعة زي بخلط مسحوق الفلين مع زيود بزرة الكتان ثم يتم نشره على قطع من الأماش حتى يتماسك جيدا ويجف مشكلا قطع من المشمعات الأرضية العازلة تمام؟ ماشي دلوقتي هنقول لولادنا ما لا نعرفه عن الفلين الفلين ظهر الفلين في القرون ما قبل الميلاد حيث تم استخدامه في صناعة الصنادل يستخدم الفلين لتعويم شبكات الصيد والصنارات لخفته وعدم امتصاصه للماء عند حرق نشارة الفلين نحصل على صبغة سوداء تستخدم في مجال الفن تمام؟ يستخدم الفلين كسدادات للقناني للقناني اللي هي الأزايز يعني حيث يحافظ على المواد بداخلها تمام؟ أي حاجة أزايزة طيب نقول كده تاني ما لا نعرفه عن الفلين الفلين ظهر في القرون ما قبل الميلاد حيث تم استخدامه في صناعة الصنادل يستخدم الفلين لتعويم شبكات الصيد والصنارات لخفته وعدم امتصاصه للماء عند حرق نشارة الفلين نحصل على صبغة سوداء تستخدم في مجال الفن يستخدم الفلين كسدادات للقناني حيث يحافظ على المواد بداخلها ده من أين يأتي الفلين؟ قلنا من أين يأتي؟ قلنا استخداماته تمام؟ نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة